اسمحوا لي بس كده يعني تعرفين ان انا بحب دايما اعمل او زي ما بيتقال كده يعني انعكاس لقراء حضراتكو انا وكريم طبعا في هذا البرنامج مبارح احنا اتكلمنا في موضوع الاهلي والتشجيع والجماهير بعد الحلقة الكلام اللي انا قلته والرسالة اللي انا كنت بوجهها لحضراتكو طبعا ولينا جميع الجماهير الاهلي لقيت بقى في المقابل رسال كتيرة جدا كانت جات لي منها اللي جواها انا حنقلكوا الصورة بمنتاج شفافية اللي جواها شوية شحنة غضب بس شحنة غضب نبعة من الحب الزيادة للاهلي انت لما بتحب حاجة قوي او كيان قوي بتبقى غيرور عليه زي بالضبط ابنك لما ابنك بتبقى بتحبه جدا فبتحس ان انت لو عمل اي حاجة ولو صغيرة انت بتحسبه عليها وتزعل منه وممكن تقبر الموضوع جدا عشان انت في الاول في الاخر بتحبه فهي قصة من هنا هذه الشحنة او شحنة الغضب اللي انا شفتها نبعة من حب الزياد او الحب الزيادة ليه الاهلي ومنها كمان خلييني يقولي حضراتكو اللي كان بيقولي احنا مش بنفرح يعني ولا بنزعل الا بسبب الاهلي عايزين اللعيبة تحس بينا شوية دي رسال جات لي مبارح وقاريتها بنفسي وانا مع كل رسالة جات بصراحة وبتفق معهم جدا احنا الاهلي اللي بيفرحنا جات فترة لو حضراتكو فاكرين تحديدا عشرين عشرين كان العالم كله متوقف وكنت بتشوف انت بعض النطشات اللي بتتلعب وكنت وعشرين واحد وعشرين كنت بتشوف بعض البطولات اللي بتحصل فكان الاهلي هو المصدر الوحيد بجد ليك اللي بيفرحك الحمد لله كانوا مواسم رائعة جدا علينا يمكن دلوقتي في بعض الثغرات اللي احنا ان شاء الله هنعديها منقولش ان هي ما عندناش لأ عندنا بس الاهلي هو اللي كان بيفرحنا برضو يا جماعة مش عايزين ننسى ده في ناس تانية قالولي برضو احنا عايزين شخصية الاهلي والروح القوية اللي موجودة عند اللعيبة اللي احنا نعرفها زي ما حصل مثلا في ماتش امبي دوني مثال كذا مرة بماتش امبي طبعا كان اخر دقتين زي ما حضراتكو عارفين اللي كان فيهم ريمونتادة يعني اكثر من رائعة جاد بالروح جاد بالاسرار جاد بالعزيمة هي دي الصورة اللي احنا عايزين بصراحة نشوفها هي دي الصورة اللي عايزين ان هي ترجع مرة تانية لينا وحقهم يعني كل الرسائل انا اعتقد كان مضمونها زي ما انا قلت كده الجماهير فعلا يعني على الحلوة وعالمرة مع الاهلي لكن هم كمان عايزين يحسوا ان كل الفرقة بتموت نفسها في الملعب ما هو انا اه انا بشجعك وانا في ظهرك وانا ما بزعلش منك وانا بسندك وكل حاجة بس انا كمان في المقابل عايز منك او بطلب منك كلاعب ان انت اشوفك بتموت نفسك في الملعب يعني فلللة الاهلي دي يا جماعة كبيرة قوي غالية قوي لازم لازم يعني اي شخص هيلبسها او بيلبسها يكون عارف ان وراء قول سبعين قول تمانين قول تسعين مليون بيفرحوا بيه بيفرحوا وبيزعلوا بكل فرصة بالديع هي دي النقطة فيش مصالح انت عايزها انت جمهور يعني اهم حاجة جمهور الاهلي اهم حاجة في هذه المنظومة والناس كلها لازم تبقى عارفة كده واللعيبة لازم تبقى عارفة كده واكيد هم عارفين كده بيفضلوا وراك بيدعموك بدون اي مقابل فالمقابل الوحيد اعتقد والمشروع جدا ان انت تفرحوا ان انت تحس بيه ان انت تعمل مستحيل على الارض عشان النادي على كل حال انا متفائلة ولما بتفائل وبقول لحضراتكو ده الحمد لله لحد هذه اللحظة يعني بيكون في انقلاب كده في الامور وبتبقى الدنيا ماشية الحمد لله باسلوب او بالشكل اللي يرضينا كجمهير اهلي فحنتكلم في الملف ده وحنتكلم كمان ان احنا عندنا يعني طبعا ماتش مهم جدا على لقب طولة الكاس ان شاء الله خلاص خلال ايام يوم الخميس تقدم الزمالك اللعيبة والجهاز الفني لازم يتدركوا اكيد كل الثغرات كل السلبيات وينزلوا المطش ده بقى وهما يعني مش عايزين حاجة تانية غير ان هما يسعدوا الجمهور يعني شوف ما تفكرش حتى في الكاس فكر ان انت بس تسعد هذا الجمهور اللي زي ما بنقول يعني انت بالنسباله مصدر السعادة ومصدر الحزن في نفس الوقت يعني زي ما بتقال كده انت اللي بتتحكم في مؤشر السعادة ومؤشر الحزن عنده فنتمنى نتمنى ان احنا نقدر ان احنا يعني نسعد ان شاء الله بعد هذا اللقاء اللي احنا نستحق ولان ده الطبيعي ده اللي احنا نعرفه عن النادي الاهلي ده اللي احنا نعرفه زي ما كنت بقول مبارح يعني بغض النظر عن البطولة الجاية او يوم الخميس بس لو هنتكلم نرجع شوية كده تاني للدوري احنا مش واخدين على ان احنا نخسر دوري مرة واثنين وارا بعد قلت لحضراتكم بقالنا عشرين سنة ده ما حصلش وان شاء الله مش هيحصل فنتمنى نتمنى ان الاهل يعود مرة تانية زي ما احنا نعرفه مساعة ما تولدنا كده كلنا لحد هدي اللحظة احنا متعودين على المكسب في نوادي تانية تاني حرجع اقول متعودة على خسارة ومكسب والخسارة بتاعتها بتبقى اكتر بالمكسب بس احنا مش كده